قتيل وعدد من المصابين العراقيين على الحدود بين لتوانيا وبيلاروسيا إثر مطاردة القوات اللتوانية وإبعادها لهم عن حدودها العراقيون الضحايا كانوا في رحلة هجرة غير قانونية حاولوا خلالها العبور من بيلاروسيا إلى لتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي غير أنهم موجهوا بعنف مفرط من جانب حرس الحدود اللتواني ما دفع رئيس بيلاروسيا أليكساندر لوكاشينكو إلى القول إن ما حدث يمثل قتلا مروعا لرجل عراقي وزارة الخارجية في حكومة بغداد حذرت المواطنين من الوقوع في براثن شبكات التهريب والاتجار بالبشر لكن الوزارة والحكومة لم تبحث أسباب مخاطرة الشباب العراقي بحياته في مقابل الوصول إلى حدود الاتحاد الأوروبي فأبناء العراق الذي يعد من أكبر منتج النفط في العالم باتوا بحسب مراقبين يفضلون مواجهة الموت على البقاء في بلدهم الذي تحكمه أحزاب فاسدة وميليشيات تنفذ مخططات إقليمية تعبر عن أطماع لا تخفى على عاقل محاولات العراقيين للهجرة غير القانونية بالطبع ليست وليدة اليوم إذ شهد العراق موجات هجرة متتابعة منذ الاحتلال الأمريكي إلا أن موجات الهجرة إلى خارج العراق تصاعدت في الآونة الأخيرة تزامنا مع تفاقم معاناة الناس من جراء الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية نهيك عن تغول الميليشيات الموالية للنظام الإيراني في العراق وبحسب محللين فإن حكومات بغداد المتعاقبة منذ الغزو الأمريكي راكمت في العراق رصيدا هائلا من الفقر والفساد والإهمال رصيد أحال الحياة في العراق إلى جحيم يدفع العراقيين إلى الفرار منه بأي ثمن ولو كان ذلك الثمن حياتهم